موسيقى لقي شخصان حتفهما جراء صدام بين المحتجين في فنزويلا في وقت تستمر فيه المظاهرات في العديد من مدن فنزويلا منذ بداية شهر يناير الماضي قيادة المعارضة بزعامة خوان غايدو أشارت إلى أن فتاة تبلغ من العمر 27 عاما لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها في الرأس فيما لقي شخص آخر مصرعه في ولاية أراغوا دعا غايدو وهو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد دعا إلى خروج أكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا وقال إن على الملايين من الفنزويليين أن ينزلوا إلى الشوارع ضمن المرحلة النهائية من تحركه للإطاحة بمادورو ورغم دعوات غايدو للجيش لتقديم الدعم له لا تزال قيادة القوات المسلحة حتى الآن على ولائها لمادورو الذي تولى السلطة منذ وفاة الرئيس الراحل هوغو كواتشافيز في 2013 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر